الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله حبيت النبه للإنصاف أني سئلت من جهات عديدة حول هذه الفتنة التي وقعت اللحوم المستوادة المختلطة بالكوكاين والذين سألوني حول هذه المساجد التي قيل في الصحافة الوطنية أنها بنيت بأموال المخدرات لأنه قيل أن الرجل كان ينفق على المساجد والزوايا وهكذا أنا أحبكم تعرفوا مسألة أني أنا جاوبت على سؤال أنا جاوبت على سؤال ما حكم هذه المساجد التي قيل أنها بنيت بالمخدرات فأنا أجيب على هذا السؤال يعني هل هي صح الصلاة فيها أو لا تصح وما حكمها شرعا ولكن أنا ما رانيش نتهم جيها ولا نقول أنني عندي علم القضية راهي في التحقيق وأن القضاء ما قدش كلمت الأخيرة وأن هناك متهمون وهناك أبرياء وهناك شبهات أنا قاعد أعرفها أنا جاوبت على سؤال ورد إلي الناس ما يسألوا يا الشيخ ما يقولوا بالجامع الفلاني بنه فلان بأموال المخدرات أنا قلت أعوذ بالله من كلمة أنا وعود السمع الجواب انتاعي قلت إذا تأكد إذا تأكد أن هذه المساجد بنيت بأموال المخدرات الواجب أن تهدم الواجب أن تهدم لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة أنا قلت إذا تأكد بمعنى إذا تأكدت الدولة الجزائرية إذا تأكد القضاء إذا تأكدت وزارة الشؤون الدينية ما يجيش وحد كي يطلق هباله ويقول الشيخ أو يقول ريب المساجد حاشا لله أنا لم أقل هذا أعوذ بالله من هذه الكلمة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا نعود وهوش قلت إذا تأكدت الدولة والتحقيق والقضاء أن هذه المساجد بنيت بأموال المخدرات واجب أن تهدم أموال الحرام لا يصح أن تبنى بها بيوت الله وأنا قلت لكم إذا كان الزكاة لا يجوز إعطاؤها للمساجد فكيف بإعطاء أموال المخدرات للمساجد ناسا ميتصروا بيا يا الشيخ وكادة والله كادة يا ودي تقول الله يا ناس خافوا ربي أنا ما أضعوا على جوامة بيوت ربي تعنا قاع أنا ما نسلتهم في الرجل أنا ما قلتش هذا الرجل حقيقاره بناء أنا ما دخلني ما عنديش علم غدوة يخرج متهم ولا يخرج باريء الله سهل عليه راني نتكلم في حالة ما إذا ثبت إذا ثبت إذا حرف شرط جازم يجزم فعليني الأول فعل الشرط والثاني جوابه هو جزائه ما لا أفهمه مليح ما تعوش خلطه وتجلطه الله يهديكم اسمع إلى القرآن وهو يقول يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات الطيبات اللحوم المستوردة كنت أقول دائما اللحوم المستوردة من البلاد التي لا تتعامل مع الذكاة الشرعية حرام اللحوم الهندية حرام وكنت نطلب حاجة بسيطة باعتوا زوج آئمة زوج آئمة يروحوا يحضروا الذبح ويديروا ناشا هذا ما حبوش ما حبوش باعتوا زوج آئمة بتخبية وكي جاءوا ما ديروا ناشا تقرير لليوم ما قالوا ناشا وشافوا إذا شفتوها أحلال علامة بلغتوا ناشا وعلامة بلغتوا ناشا باللي شفتوها أحلال وقدر الشعب يكون مطمئن ولذلك قرار الحكومة بمنع استيراد اللحوم قرار صحيح امنعوا استيراد اللحوم يعني عندنا 28 مليون خروف يعني كبش الكل زوج جزائري كل زوج جزائري عندهم كبش مليون ونصف بقرة لا هد اللحمت على جزائر ما يصلاحش لا يجوز أكله وش بيكم نحيونا اللحوم الفرنسية الجماجم تعو لمأنا وراك يا شيخ بوزيان الجمجمة على الشيخ بوزيان العلامة المؤمن الصالح التقي المجاهد الجمجمة تعو ما زالها في المتحف الفرنسي سماوها متحف الإنسان متحف الإنسان حسبنا الله ونعم الوكيل لا تأكلوا اللحوم المستوردة قاطعوها قاطعوها خلوهم ما يكلوها حسبنا الله ونعم الوكيل على بلكم ليأكل الحلال تنزل عليها رحمة عربي وليأكل الحرام ما يرحمش ربي اسمع إلى القرآن وش يقول لك اسمع وش دروحك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها ها رحي قلنا ليمن فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الطورات والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث شفت ورحمتي وسعت كل شيء ها ربي حدد شكونهما لتنالهم الرحمة عربي الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الطورات والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات وإحنا جينا قلنا له يا رسول الله ما رانيش مسحقين الطيبات مسحقين البقرة الهندية التي تعبد من دون الله مسعدين اللحم الفرنسي الذي قتل عشرة ملايين مسلم في الجزائر جامع كتشاوة فقط جامع كتشاوة فقط أربعة آلاف مسلم ذبحوا ذبح النعاج ونهار ذبحوهم وحولوه إلى كنيسة الفاتيكان يرسل لهم التبريكات ويرسل لهم الأقمشة ويرسل لهم الكراسي ويرسل لهم الهدايا لأنهم حولوا مسجد إلى كنيسة بعد أن ذبحوا أربعة آلاف مسلم قائم يصلي فهمتوا كيفا؟ كأننا نقول لرسول الله يا رسول الله ما نسحقوش الطيبات نحن أبنى عند ربي نسحقوا اللحمة على الأوروغواي نسحقوا اللحمة على البراجواي نسحقوا اللحمة على البريزيل نسحقوا نكلوا البقرة الهندية التي تعبد من دون الله حسبنا الله ونعم الوكيل قاطعوا اللحوم المستوردة اللهم أشهد أني قد بلقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته